اهلا بكم. النهاردة عامل لكم وردة بسيطة خالص. هي عايزة بس دكة شوية في الشورت. بس شكلها شيك قوي. لو احنا عملنا كزا واحدة وجمعناهم. هيبقى شكلها حلوة قوي. ممكن نخطها على فسان. ممكن نزين بيها اي مفرش من على الحرف. هنبدأ. اواريكم عامل ايه? ده خيط جنفا. عارفينه الفيعة? فلازم يحتاج غلظة اه ابرى الفيعة. انا استخدمت رقم تلاتة. هنعمل عقدة البداية. بالشكل ده. هنعمل حداشر سلسلة. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشر. هنقفلهم. ونزلقهم. بالشكل ده. هنعمل. سلسلة. وهناخد لفة على الابرة كده. وهنعمل نص عمود. يعني كده اتبقوا تلاتة. هنسحبهم كلهم. وبعد كده هنعمل لفة. وبوة دايرة. وهنعمل عمود. بعدين لفتين. وهنعمل عمود بلفتين. بعد كده هنعمل تلات لفات. وهنعمل عمود بتلات لفات. هنسحب اتنين. 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 هنعمل عمود باربع لفات. هنسحب اتنين. 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 هنعمل تاني عمود باربع لفات. واحد اتنين. تلاتة. اربعة. هندخل جوة الدايرة. وهنسحب الخيط. بعدين نسحب اتنين. بعدين اتنين. بعدين اتنين. بعدين اتنين. وبعدين اخر. اتنين. هيبقى بالشكل ده. هنعمل اربعة تلتلة. واحد اتنين. تلاتة. اربعة. وبعد كده هنعمل بيكو. احنا عارفين البيكو طبعا ما نعمله ازاي? ما ناخد الفرعين اللي قدامنا. بالشكل ده. ونسحبهم كده. وبعد كده نعمل منزلقة. بعد ما عملنا منزلقة. في الفراغ ده. هنعمل عشرة حشو. واحد. اتنين. ثلاثة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشو. بالشكل ده. هنعمل. اتنين. حشو. في الديرة نفسها. الديرة اللي احنا عملناها. بالشكل ده. اتناشر سلسلة. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. ثمانية. تسعة. عشرة. حداشر. اتناشر. هنعمل فيهم كلهم حشو. هخلص غرص الحش وارجع لكم. خلصت. غرص الحشو. هنعمل ورزة حشو في الديرة. وهنعمل اتناشر ورزة حشو. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. ثمانية. تسعة. عشرة. حداشر. اتناشر. هنلف في الشوكل. بالشكل ده. وهنعمل لفة. وهنعمل عند اول غرصة حشو. هنعمل عمود. اول غرصة حشو. هنعمل عمود. بالشكل ده. هنعمل في الفراغ ده. زي ما هتشوفه كده سبعة مرات. هنلف. لفة على الابرة. وهندخلها. وانطلع. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. يبقى سبعة مرات. وهنسحبهم كلهم مرة واحدة. وبالراحة كده ما غير ما نشد. نسحبها. وهنعمل غرزتين سلسلة. هنلف الشوكل. وهنعمل في الاتناشر. غرزة حشو. هنعمل اتناشر. في الاتناشر غرزة السلسلة هنعمل اتناشر حشو. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. هخلص غرز الحشو وارجع لوقت. كده هنعمل. اتناشر سلسلة. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. اتناشر. احنا كده بنقرر. هنلف الشوكل. وناخد لفة. وعند اول فراغ اللي احنا عملناه من اتنين سلسلة. هندخل الابرة كده. ونعمل عمود بلفة. وهناخد لفة كده. وهنعمل سبعة مرات. بالشكل ده. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. بالشكل ده. هنسحبهم. كلهم براحة كده. ونعمل. منزلقة او. هنقفل الورزة. وهنعمل اتنين سلسلة. ونفس الحكاية. هنعمل. حشف وكل غرص. في الاثناشر غرصة حشف. هنعمل كده كم مرة? هنعمل ده كده بالزبط. احنا عملنا مرتين. هنعمل خمس مرات تانية. هعمل خمس مرات. وارجع لكم. اخر واحدة من اتناشر سلسلة. هنسيبها مش نيجي مبادل وقتش. كلها نعمله. هنعمل. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. ونرفي الشغل. وعند الفراغ اللي هما الاثنين سلسلة. هنعمل اتنين حشف. واحد. اتنين. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. عند الفراغ. تعالي اتنين سلسلة. هنعمل اتنين. هنعمل. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. هنعمل اتنين. هنعمل ايه بقى في الخطوة اللي جاية? هنلف الشغل. ونعمل. في الفراغ. واحد حشو. نص عمود. همود. 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 بلفة. همود. بلفة. يعني ثلاثة عمود بلفة. هنعمل اربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة وهنعمل بيكو بالشكل كده ونسحطه مزلق وهنعمل تلاتة عمود بلاف واحد اتنين تلاتة نص عمود حشو بين الوحدات هنا كان في اتنين سلسلة بينهم هنعمل باتنين حشو وبينهم هنعمل حشو وهنقرر تاني هنعمل حشو في الفراغ هنعمل بعدها نص عمود هنسحب تلاتة هنعمل عمود بلافة نسحب اتنين بعدين اتنين هنعمل عمود بلافة ثاني وعمود بلافة ثاني وتلاتة عمود بلافة وهنعمل واحد اتنين تلاتة اربعة وبين الفرعين اللي قدمنا هنسحب وبعد كده منزلك يبقى عملنا بيقو وبعدين هنعمل تلاتة عمود بلافة اتنين تلاتة وبعدين نص عمود وبعدين نعمل حشو وبين غرز الحشو هنعمل حشو بالشكل ده هخلصهم وارجعهم كده خلصت بقوا ست مرات بين العمود جي بالشكل ده هعمل حشو في كل الغرز الحشو معلش الغرز ايه ديقة واحد اتنين تلاتة هخلص لكم كل السطر الاتناشر سلسلة هخلصهم اتناشر حشو وارجعهم كده خلصنهم اتناشر حشو هنعمل اتنين حشو داخل الدايرة بالشكل ده وبعدين هنعمل داخل الدايرة نص عمود وبعد كده هنعمل عمود بلفة وبعد كده هنعمل عمود بلفتين وبعد كده هنعمل عمود بثلاث لفت وبعدين هنعمل عمود باربع لفت هنعمل تاني عمود باربع لفت بالشكل ده وبعد كده هنعمل بيكو واحد نين تلاتة اربعة وبين الفرعين اللي قدامنا هنعمل منظرك في الفراغ بقى ده اللي هو اخر عمود باربع هنعمل عشرة حشو واحد اتنين تلاتة باربع خمسة ستة سبعة زمانية تسعة عشرة وهنعمل اتنين حشو داخل الدائرة مش هكده وهنعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر حداشر اتناشر اتناشر تلاتاشر بعتاشر خمسة عشر او حسب الطول المطلوب وهنعمل حشو فيهم كلهم بخلص حشو ورده بالشكل ده هعمل منظركة داخل الدايرة عملت منظركة داخل الدايرة وهقص الخيط واخفيه وبالشكل ده خلصة لوحدة يا رب تعجبكم هي هتنفع في حاجة كشيرة قوي ممكن اعملها في لوحة ونثبتها بالغيرة نحطها على لوحة كده خمس وردات او ستة ست زهرات وممكن نحطوهم على فستان هيبقى شكلهم حلوة قوي وهي سهلة خالص بس هي عايزة دقة ياريتم انتو بتشتغلوا معايا خطوة بخطوة تبقى سهلة قوي 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 لو اعجبكم الفيديو ما تنسوش اعملوا لايك واشتراك عشان يمسلكم كل جديد موسيقى موسيقى